قوله عز وجل أن هن كاشفات ضره معنى هذا أن ما قدره جل وعلا فنزل على العبد أو لم ينزل به لن تستطيع هذه الأصنام ولا غيرها أن تدفعه أو أن تزيده والكشف هنا في الآية يشمل الدفع والرفع ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال قائل هل هذا الكلام مخصوص به هذه المعبودات أم أنه شامل لجميع الخلق لا شك أن الجواب شامل لكل الخلق ولذا قال تعالى في أول سورة فاطر ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها من ذاته ترجمة نانسي قنقر